اقتصاديا ذكر الجهاز المركزي للتابعة العامة والاحصاء ان التدخم اصعار المستالكين في المدن انخفض الى 8.4% على اساس سنوي في يوليو من 11.4% في يونيو وكانت معدلات التدخم قد اخذت مصارا صاعدا بعد ان قلصت الحكومة دعم الطاقة في يوليو 2014 وتتوقع الحكومة خفض معدلات التدخم لتبلغ ببين 10 الى 11% في 2015-2016 و الى ببين 7 الى 8% بحلول عام 2018-2019 تباين اداء مؤشرات البورسة خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم حيث هبط مؤشر البورسة الرئيسي اي جي اكس 30 فيما ارتفعت مؤشرات كل من اي جي اكس 50 و 70 و 100 بقيمة تدوين نحو 177.5 مليون جنيه نفى الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط اعادة النظر في قانون الخدمة المدنية الخاص بموظفي الحكومة في الدولة وقال العربي انما تردد بشأن اعادة الحكومة النظر في القانون غير صحيح على الاطلاق ووصف العربي في وقت سابق قانون الخدمة المدنية بانه مار وبسيط مشددا على انه من خلال الممارسة العملية على المدى البعيد اذا اذ ووجد خلال فسيتم تعديله في الاحة التنفيذية فقط وليس بنود القانون